السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا شباب اولى سماوي. انا درس شباب النهاردة من الدروس المهمة جدا جدا جدا. اه هو درس اه البيسيكتور سواء كان انتيريور او اكستيريور بايسيكتور. اه طبعا شباب الدرس في تفاصيل كتير. اه في بيانتج من الانتيريور بايسيكتور او اكستيريور بايسيكتور. وفي عندنا اللنث بتاع البيسيكتور سواء كان اكستيريور او انتيريور برضو. وعندنا علاقة طبعا ما بين الانتيريور بايسيكتور عند نفس الفيرتكس بيكونوا اه وعندنا معلومة بتقول يا شباب ان الانتيريور بايسيكتور في التريانجل في السيم تريانجل او 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 انترسيكت ات اه وان بوينت. تعالنا نتعرف مع بعض يا شباب على التفاصيل دي كلها من خلال الهومورك ان شاء الله. اه ونحاول نحل بحمرك مع بعض كده يا شباب وتمسك القلم معي وتحل بايدك. اه مش جاست تسمع بس. اه لازم اه نحل بادينا علشان نسبت المعلومة. اه اول سؤال يا شباب اه عايز الاكس في الرسمة اللي قدامنا. وطبعا كلنا شايفين ان البي دي از اه انتيريور بايسيكتور في التريانجل. اه على طول انا سامع الشباب بتقول دلوقتي اللي هينتج من البي سيكتور ده يا شباب ان اه الدي اي اي اوور الدي سي اي اوور الدي سي ايكوال اي بي اوور البي سي يبقى هي الدي. فاحنا بنخرج من عند الدي يبقى اي اي اوور دي سي اي اوور اي بي اوور اي بي سي. وبعدين نبدأ يا شباب نعوض اه بالحاجات اللي موجودة عندنا علشان نجيب الاكس اللي هو عايزها. بي اي 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 اكوال فايف ودي سي اكوال اكس بلاس وان. و اي بي اكوال ايت وبس اكوال اكس بلاس فور. اه دلوقتي ان قدر نعمل طبعا ملتبلكيشن يلا يا شباب الايت هتيجي على الراكت ده. انا بقول رليد سي Syria بChat عشان لاحد اش هين سيوزع. يعني ايت اكس بلاص ايت. equal وال5 هتيجي على البراكت تحت هنا هو يعني 5x plus 20 وطبعا يا شباب دلوقتي المفترض عشان نجيب ال-x هنضطر نعمل بقى ايه نجيب ال-xات مع بعض في نفس الناحية يبقى 5x هتيجي هنا بال- negative 5x مش كده وال-8 هتروح هناك طبعا بال- negative 8 فساعتها هنعرف نجيب مين هنعرف نجيب ال-x يبقى هنا negative 5x فدي هتنزل لي كده دلوقتي 3x equal وال-8 هتروح عند ال- negative 8 فطبعا هتبقى equal equals 12 divided by 3 هناك يبقى ال-x بتاعتنا اللي هو عايزها equal كام يا شباب equals 4 وهي دي اجابة السؤال الاولان طيب بعد كده يا شباب السؤال التاني بيقول لي find ae وطبعا كلنا شايفين ان الاي اي ده يا شباب ده بيعبر عن الاكستيريور باي سكتور لان بتاعي هو ده والانجل اللي حصل لها هي دي فبالتالي هي عند الاي فهو ده ايه اكستيريور باي سكتور طبعا عشان نجيب الاكستيريور باي سكتور يا شباب المفترض لازم يبقى عندنا كلها موجودة يعني انا من الاكستيريور باي سكتور هقدر لأول ان انا اشتغل بتاعي فين كله قال لي اي برافو يبقى من عند الاي يبقى من عند الاي هنا وستارت من عند الاي هنا هون وبعدين هنروح للانز بتاع السيجمنت بي سي اللي هو ابزت لمين للفيرتكس اللي حصل لها باي سكتنج يبقى مرة هنروح للسي ومرة هنروح لمين هنروح للبي. طالما قلنا اي سي يبقى انا هقول اي سي. طالما قلنا اي بي يبقى انا هقول اي بي. هو ده بتاعنا. اللي ناتج من الاكستيريور باي سيكتور. يلا بقى نعوض يا شباب بتاعتنا اي كولز تولف. وآآ اي بي كلها يعني تولف بلاس فور يعني سيكستين. آآ و اي سي اي كولز ناين. آآ و اي بي اي كول اكس بلاس فايف. آآ دلوقتي اقدر بالكروس ملتيبليكيشن ان انا اجيب آآ الاكس طبعا. بس اقدر اعمل يا شباب. اه بسط على نفسي وسهل على نفسي. ان التولف على سيكستين هنلاقيها هي عبارة عن ثري اوفر فور. لو عملنا كده بالكالكولياتور هلاقيها ثري اوفر فور. فبالتالي عشان اجيب بقى دلوقتي الاكس بلاس فايف هقوله ان الاكس بلاس فايف ايكول طبعا هنحسب على طول الفور طايمز الناين الفور طايمز الناين ديفايد باي ثري. يعني ايكول تولف. فبالتالي طبعا الاكس بتاعتنا هنا هو. لما الفايف تروح هناك بالنيجاتيب يبقى ايكول كام يبقى ايكول سيفن. آآ لو انا عايز الاكس يبقى هي سيفن. لكن الاكس بلاس فايف ايكول ستولف اللي هو السايد اي بي كاملا ده ايكول كام ايكول تولف. طيب علشان نجيب بقى الاي اي يا شباب. افتكر مع بعض القانون بتاعنا عشان نجيب اللي هو القانون ده. اللي هو ايه يا شباب بقى دلوقتي? اللي هو اللي هما اللي قدامنا دول اللي هي دي ودي. آآ ماينس الاثر كومبوننس اللي هما اي سي ملتبلاي ال اي بي. يعني ايكول يا شباب. اي سي طبعا انا عندي بتولف. تايمز ال اي بي عندي بسكستين. آآ ماينس ال اي سي بناين. تايمز ال اي بي. احنا جبناها طبعا آآ ايكولز تولف. آآ نحسب بقى لحسبة البسيطة اللي قدامنا دي يا شباب. ونشوف الاجابة آآ تطلع كام? يبقى انا روت آآ ثري. يبقى دي اجابة السؤال بتاعنا اعتقد الاجابة اصلا مش موجودة قدامنا. آآ لكن هي الاجابة يا شباب فور روت ثري. آآ تعاني تشك تاني على الاجابة. يبقى تولف تايمز سكستين. وبعدين ماينس ناين تايمز تولف. يبقى هي الاجابة صحة اللي احنا طلعناها يا شباب مش هايش غلط. آآ بس هي مشكلة عندي في. يبقى تولف تايمز سكستين. مينس ناين. آآ سوري. انا في عندي مستيك هنا هو. ناين تايمز تولف. مش سكستين. ناين تايمز تولف. سوري. يبقى ايكول. يبقى تو روت توينتي ون. يبقى هي دي اجابة السؤال بتاعنا. يبقى هي آآ بي. يبقى الاجابة دي هي بي. اللي هي اجابة آآ باي سكتر. طيب تعال نبص السؤال اللي بعد كده يا شباب. آآ ونحاول نبص عليه كده مع بعض برضو. وهنا برضو انا شايف هنا هو عايز برضو. يبقى انا عندي القانون بتاعي خلاص هو الدي بي على الدي سي. يبقى ايكول الاي بي. اوبر الاي سي. آآ يلا نبدأ نعوض يا شباب. الدي بي اللي هي سيكس اكس. والدي سي اللي هي فايف اكس. والاي بي يا شباب. تين اكس بلاس فور. والاي سي هي ناين اكس بلاس تو. طبعا اقدر شوف دوقتي على طول بشكل مباشر. ان انا اكانسل الاكس مكان الاكس. طبعا اكس على الاكس بانا ما بشغلش نفسي بها واشيلها على طول من الاول كده. وريح ايه? وريح آآ دماغي. يلا كروس ملتبليكيشن ده مع ده يا شباب. وده مع ده. يبقى السيكس هتروح للناين اكس بلاس تو. والفايف هتروح للتن اكس بلاس فور. طيب هنا عندي ففتي فور اكس. اه بلاس اتوالف. اكوال اه ففتي اكس بلاس توينتي. يلا نجيب الاكسات مع بعض دي هتيجي هنا بالنيجاتف يا شباب. يبقى ففتي فور ماينس ففتي يبقى فور اكس. اكوال والتولف هتروح هناك برضو بالنيجاتف تولف تبقى اكوال ايت. فبالتالي طبعا الاكس بتاعتنا هنا اكوال كام? اكوال تو? ودي اجابة السؤال آآ رقم تلاتة. يلا مع بعض للسؤال اللي بعد كده آآ نبصه بيقول لنا ايه? بيقول لنا برضو ان انا شايف عندي هنا اكستيريور باي سيكتور. لان الانجل ايه ولا حصل لها باي سيكتنج عند مين? عند آآ ايه. طيب عندي يعني انا عندي برضو موجود. طبعا يبقى احنا عندي لازم دي ولازم دي. هروح للسي مرة وهروح للبي مرة. يبقى هنا عندي اي سي وهنا عندي اي بي. وابدأ اعمل دلوقتي يبقى اه الدي سي عندي ففتين. والدي بي عندي التوينتي. الاي سي ناين والاي بي فايف اكس بلس ستو. طيب برضو اعمل بس قبل الكروس ملتبليكيشن برضو احنا عتفقنا نعمل لو انا عندي متاح يعني. ففتين على توينتي دي بانا عندي ثري وهنا عندي فور. برضو فانا عندي ببسط على نفسي برضو في ايه لو في الامكان يعني. وبعدين نعمل الكروس ملتبليكيشن ونطلع الفايف اكس بلس التو. المفترض ان هي ايكول يا شباب ايه? ايكول ناين تايمز فور اوفر تري يعني ايكولز تولف. يعني الفايف اكس ايكول هنوطلع التو هنا هو بالماينس بحدش ما يختار تولف في الاختيارات. امتى اختار تولف? لو قال لي اي بي. يعني لو قال لي انا عايز اي بي على بعضها اختار تولف. يبقى ايكس ايكولز 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 تو. يبقى ايكول تن. وبعدين يبقى ايكس بتاعتي ايكولز كام? ايكولز تو. وهي دي اجابة السؤال اه الرابع. نيجي بعد كده للسؤال الخامس. بيقول لنا عايز ايكس برضو. وخلي بالنا في عندي هنا يعني انا عندي هنا اقدر استخدم كده. يعني اقدر اقوله ان الدي سي مبدئيا كده بيساوي. آآ الفيفتي باور تو. ماينس تيرتي باور تو. يعني ايكولز كام يا شباب? ايكولز فورتي. يبقى انا عندي الدي سي كده على بعضها بيساوي كام? بيساوي فورتي. يبقى البي دي بيساوي فورتي ماينس اكس. كده? لان دي عندي باي? بايكس. ابدأ على طول بقى بالبروبورشن بتاعي. فين البيسكتور بتاعي? هو اي بي? هو البيسكتور. يعني البي هي البيسكتور. يبقى خلي بالي. بي بي. مانساش. يبقى انا عندي بي دي. البي راح اتليدي مرة. وراحت للسي مرة. يبقى ايكول هنا اي دي. وايكول هنا اي سي. وابدأ اعمل اه تعويض بتاعي. السهل. قوي قوي قوي. بي دي. يبقى فورتي. ماينس اكس. وبي سي هي اسمها اكس. واي دي ثيرتي. واي سي فيفتي. اقدر اجمعها على طول في السيمبليفايين برضو ما صعبت على نفسي. اسهل في الامكان. يبقى زيرو راح مع الزيرو. وابدأ اعمل الكروس بتاعي. مافوش مكيلة خالص. يبقى ثري راحت للأكس. والفايف هتروح على البراكت ده مباشرة. يبقى فايف تايمز فورتي. يبقى تو هندرد. مينس فايف تايمز اكس. يبقى فايف اكس. الفايف اكس هتيجي عند صاحبتنا هنا بالفايف اكس. فبقت معنا ايت اكس بيساوي تو هندرد. فبالتالي الاكس لما نعمل باي ايت يبقى الاكس ايكوال كامي شباب ايكوالز توينتي فايف. ودي اجابة السؤال اه رقم خمسة. نخلي بالنا ان كانت في فكرة اه في المسال ما تغيبك عني ابدا يا شباب اي اقدر ان انا اشتغل بسهولة وطلع طيب السؤال ده معنا اي بي سي زي تريانجل ان واتش اي بي اكس. واما. اي بي سي ايكوالز فور. تمام? اي باي سيكت اي اكسترنالي? يبقى في عندي اكستيريور باي سيكتة يا شباب يبقى انا عندي كده 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 ا اغير معها كل high عشان نبقى ايه مركزين مع بعض كده. اسمت اكسترنالي يعني عملت كده 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 كده. فهتكد طبعا برضو كده اه وهي اه اسمها اه اي دي يبقى ال باين دي. وده اكستيريور باي سيكتور اهو. تمام? اه انترسكت البي سيف دي تمام? انا عملتك كده. هو عايز السي دي وعايز ال اي دي اللي هو البيسيكتور نفسه. طيب جميل جدا انا عايز طبعا. يبقى انا اختغل البروف المقترض. يبقى انا هقول له ان ال اي دي. ايز ان اكستيريور باي سيكتور. طالما اكستيريور باي سيكتور يبقى انزل بالزير فور بتاعتي على طول. الروح عاملين كده على طول. اهو. زير فور فين ال بوينت فين البيسيكتور اي دي. فين ال بوينت دي. يبقى حلو ستعودنا بقى يبقى دي دي. فين الفيرتكس اللي اتقسمت هي ايه? فين الابزت يبقى عندي بي سي. يبقى دي مرة هتروح للبي ومرة هتروح للسي. يبقى هكتب اي بي عشان هنا في بي هنا في بي وهنا هكتب اي سي عشان هنا في السي وهنا في سي. وابدأ اعوض الخباب يلا مع بعض كده. اه الدي بي مش عندي اوكي. وهنا نسميها اكس مشكلة خارج. 때문에 الدي بي اكس. عندي حلول على طول يعني. والدي سي كلها يعني اكس بلاس فور دي اكس بلاس فور. اتقد عندي اه بي يقول تري. آآ ويه طبعا قلنا في أعمل أسهل على نفسي دي معناها وبعدين نبدأ نعمل دلوقتي يعني المفترض إن هتروح للإكس يبقى واللي هتروح ده يبقى يعني المفترض يا شباب دلوقتي لأ سورة إحنا هنعمل مش ثري بقى إحنا هنعمل لأنه عملنا أنا هشتغل على الجزء الأحمر ده واللي هتروح هنا هو يبقى إكس بلاس الفور طبعا ده هيجي هنا هو يبقى إكس بتاعتي بيساوي فبالتالي طبعا طالما الإكس إيكوال فور يبقى الدي سي اللي هو عايزها مش هو عايز دي سي في المسألة هو عايز دي سي يبقى الدي سي بتاعتي كلها إكوال طبعا فور بلاس فور يعني بيساوي إيت سنتيميتر وبعدين عايز الإي دي طبعا الإي دي هو القانون المشهور بتاعنا القانون بتاع بتاع البيسيكتور تعنمي على طول بقى من غير ما نكتب الحروف نعوض على طول أنا عندي الكمبونس بتاعتي هي دي ودي يعني دي بي طايمز دي سي يبقى فور طايمز ايت مينس الـ اي بي طايمز الـ اي سي اللي هي ثري طايمز سيكس ونبدأ نشتغل برضو على الكالكوليتور وتعالوا نتوقع الإجابة بتاعتنا كامل بس هي مش مستهلة هي سهلة على طول يبقى سكوير روت هنا فور طايمز ايت يعني ثيرتي تو مينس ثري طايمز سيكس يعني ايتين يعني بيساوي كامل يا شباب بيساوي روت اه اعتقد اه الانسر موجودة فوق فعلا روت سنتيمتر وكده سؤال بتاعنا طيب نمبر سيبين بيقول لي للانجل عندي اي طبعا احنا قلناها مهمة معلومة حطيرة جدا طبعا طبعا طيب تعالنا نبص هنا اي اي على اي سي يا ترى اي كوال اي 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 سي تعالنا بس نزبط الدنيا شوية مع بعض كده انا ما بدين عندي اول حاجة البيسكتور ده يا شباب البيسكتور هيطلع لي والباراليل برضو هيطلع لي درسين مختلفين بس انا موجودين عندي في المنهج داعي انا عندي البيسكتور هيطلع لي المفترض اللي انا هقوله دلوقتي اللي هو ايه بقى اللي هو فين البيسكتور يعني يعني البيسكتور بيساوي البيسكتور السيبي ده بالنسبة للبيسكتور طيب تعالوا نشو بقى بالنسبة لل البيسكتور البيسكتور يا ترى البيسكتور البيسكتور ايه ده انا شايف ايه عندي في حاجة شباب شايفينها حد شايف معايا دي وحد شايف معايا دي اه فعلا دي هي دي هي دي يعني اقدر اقول دلوقتي ان هي نفسها يعني انا اقدر اقول دلوقتي ان اللي انت عايزها بقى على لو انا شايف ايه دي على دي بي هاختارها بس انا مش شايفها لو انا شايف السي ايه على السي بي هاختارها وفعلا هي اللي موجودة فانا هاختار اه سي طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده رقم تسعة بيقول اه طبعا هو علشان نسبة الباراليل الباراليل بتاعنا يا شباب معناها معناها ان لازم اوصل علشان اوصل لي مين اوصل ليه الباراليل طيب انا عندي باي سيكتور طبعا هقول له اني باي سيكت الانجل سي يبقى زير اروح على طول عامل بتاعي فين باي سيكتور سي اي فين هو يعني مرة هروح للا ومرة هروح للبي اي اي يبقى انا معايا سي اي النحية التانية والنحية دي معايا سي بي تعالوا نحسب ونشوف لو انا عندي حاجة نقصة اعرف اجيبها اة اي اي بكام يا شباب مش عندي شكرا اي اي مش عندي طب والاي بي برضو مش عندي تمام مش مشكلة خالص طب السي اي بكام يا شباب سي اي سي اي فور وات يعني 12 طيب والCB يعني 6 يعني equal to 2-1 12 على 6 يعني 2-2-1 يبقى EA على EB 2-2-1 إن EA over EB equal to over 1 and also AF على F-C equal 8 على 4 يعني 2 على 1 برضو يبقى أنا هقول خلاص المحترد since since إن EA over EB equal AF على F-C equal 2 على 1 يبقى زير فور شباب بشكل مباشر إن AF طبعا parallel وطبعا ده بتاعة البراليزم بتاعة الدرس قبل اللي فات أو الدرس اللي فات طيب تعال نشوف السؤال اللي بقى عادي كده هنا بيقول في الرسمة اللي قدامنا دي تمام آه AD square equal 15 سنتي سنتي طبعا AD square اللي هو مين يا شباب اللي هو البيسيكتور طبعا مش أنا عندي القانون بتاع البيسيكتور إن AD equal square root AB times AC minus DB times DC صحي كده شباب مظبوط وعندي كمان حاجة تانية حاجة مهمة قوي طبعا وعندي تمام إن من البيسيكتور إن DB على DC equal AB على AC يعني الAB 9 وال AC 3 يعني بيساوي 3 على 1 كده يبقى DB يا شباب بيساوي 3 و DC بيساوي 1 يعني أقدر أقول إن أنا عندي الريشيو هنا يبقى أنا عندي هنا 3 X وهنا عندي A وهنا عندي X يلا بقى نرجع للقانون بتاعنا اللي هو ده بس أنا هعمل للناحيتين من حق يعني هناشيل الروت ينفع عندنا أعمل أروح عامل هنا هو وعامل هنا هو فهنا طلعلي يا شباب طلعلي اللي هي دي يعني بتساوي كام بتساوي بكام بكام ماشي ماينس دي بي تري اكس تايمز دي سي اكس جميل جدا 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 يعني الكلام ده كده ها بيقول إن ففتين بيساوي تونتي سيفن مينس تري اكس سكوير يعني يا شباب بيساوي هندخل دي هنا بالنجاتب بالنجاتب وهنجيب دي هنا هو بالبوزيتف جات خلاص يبقى تونتي سيفن مينس ففتين يعني بيساوي تولف فبالتالي بيساوي يبقى بيساوي طبعا هنختار عشان أنا عندي يبقى 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 اللي هي اللي هو عايزه هو عايز يبقى طبعا من الاسئلة اللي معها المهمة جدا وسؤال برضو شاقي شوية طيب تعال نشوف بعد كده اه ده لسه في نفس السؤال بيقول في نفس السؤال يا شباب بيقول عند عند البي سي الاكستيريور باي سيكتور كت البي سي عند وهو عايز طبعا الانجل طبعا احنا اتفقنا بالجدى ان طبعا فبالتالي الانجل بتاعتي كلام جميل طيب تعال نشوف السؤال البعد كده يا شباب اه هنا بيقول بروف ذات البي اي باي سيكتور الانجل اي بي سي اه طبعا عشان اه بروف البي سيكتور ده معناها ان انا لازم في عندي برو بورشن عمره ما هيكون باي سيكتور من غير استانتج برو بورشن اللي هو عكس بتاعتي بتاعنا نشوف نسبتها ازاي اول حاجة انا عندي مهم جدا ان انا في عندي هنا باي سيكتور يبقى انا هقوله اول حاجة ان تريانجل اي دي سي ان تريانجل اي دي سي ان الدي باي سيكتور الانجل ايه يا شباب الانجل دي يبقى زي على طول ننزل في البروبورشن بتاعي فين البي سيكتور دي اي يبقى خلي بالنا اي وخلي بالنا اي حلو يبقى اي اي على اي سي بيساوي دي اي على دي سي طب ما انا دي اي ودي سي عندي الدي اي كام سيكس والدي سي كام فور يعني بيساوي كام يا شباب حلو جدا يبقى دي طيب بتيجي بقى نشتغل دلوقتي اللي تحت طبعا نعمل نسمي دي رقم واحد طيب في التريانجل التاني يا شباب هنلاحس حاجة ظريفة جدا هقول له اختصار كده انه البي اي اي او الاب اوفر السي بي بيساوي سابن بوينت فايف اوفر فايف لو جاء عملنا السيمبليفكيشن ده هيطلع برضو ودي نمبر كام ودي نمبر تو وبكده اعتقد يا شباب ان احنا وصلنا بسينس دلوقتي اه انه الاب اوفر البي سي ايكول الاي اي اوفر الاي سي ايكول ثري اوفر تو يبقى على طول زير فور البي اي باي سيكتس الانجل اللي هي اي بي سي وبكده السؤال بتاعنا برضو خلص سؤال سهل بس برضو بيوصل لانا فاهيم مهمة جدا يا شباب طبعا تعال نشوف رقم اه بيقول لنا ايه اه طبعا اه ده باي سيكتور ايه سي باي سيكتور ونخلي بالنا ان في عندي هنا ناينت هنا فدي على طول بيقولك بيغششك يعني ان نخلي بالك طبعا ما عندك انتيريور باي سيكتور والانتيريور باي سيكتور مع لاين تاني يبقى اللاين ده is exterior باي سيكتور يبقى كده جميل جدا هو عايز يبقى هو عايز بي اي اوبر ال اي دي طيب المفترض ان انا عندي من الانتيريور باي سيكتور يا شباب الانتيريور باي سيكتور الانتيريور باي سيكتور هطلع منه حاجة ضريفة جدا اللي هي دي انتيريور باي سيكتور يعني السي بي على السي دي ايكول اي بي على اي دي كده بي ايكول السي بي فور على ثري جميل جدا حلو اول طيب ما تيجي نجيب حاجة تانية من الانتيريور باي سيكتور باي سيكتور طيب بعد كده الاكستيريور باي سيكتور برضو مش هسيبه في حاله هطلع من عنده بروبورشن برضو يفيدني فين الاكستيريور ايه ايه يبقى انا عندي ايه خلي بالنا وعندي ايه خلي بالنا يبقى عندي ال اي بي على ال اي دي ايه ده ده اللي هو عايزها اهو حلو اوي بيساوي ايه بقى بيساوي اي بي على اي دي بروبورشن عادي جدا طيب مش هانا عندي دلوقتي قلنا ان ال اي بي على ال اي دي فوق ايكول فور اوبر ثري اهي يبقى هي دي مكررة معايا فوق يبقى دي موجودة هنا هو طيب دي بكام دي فور اوبر ثري يبقى ايكوال فور اوفر ثري يبقى اللي انت عايزه حضرتك ايكوال فور اوفر ثري او فور تو ثري. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده انا عندنا لحد اربعتاشر خلاص قربنا نخلص رقم طلعتاشر. آآ هنا بيقول ان انا عندي هنا اكستيريور باي سيكتور يا شباب اهو. وبيقول اللي عايز يعرف الاريا اوف تريانجل اي بي دي. اريا اوف تريانجل اي بي دي. تعالوا نشوف كده اللي هسيبها ازاي. المسألة اللي قدامنا دي برضو مسألة آآ شائية شوية. تعالوا نشوف نعملها ازاي. انا مبدئيا هستفيد من انه الاي دي ده اكستيريور باي سيكتور. اكستيريور اكستيريور. لان الانجل ايه? حصل لها اكستيرنالي. اهي. يبقى انا موجود. ايه بقى? انا عندي فين الاكستيريور باي سيكتور ايه? دي. يبقى انا عندي دي بي. على دي سي. يساوي اي بي على اي سي. اي بي يعني سيكس. واي سي يعني ايت يعني ثري على فور. يا حلو جدا. قوي قوي الكلام ده. يبقى انا عندي. الدي بي. الدي بي ثري. والدي سي كلها يعني دي ون. انا عندي هنا ون. وهنا عندي كام. وهنا عندي تري. تعالوا يا شباب نركز بحاجة بقى مهمة جدا. ده اللي انا عايز اقول يعني الشقة اوة جاية دلوقتي. ده. ويه? ده. المفترض يا جماعة ان المفترض ان هم آآ متفقين او مشتركين في ايه? والبازز بتاعتهم على لاين واحد اللي هو مين? اللي هو البي سي يعني? ومين? والبي دي. فبالتالي الاتنين دول هافزا سيم هايت. هافزا سيم هايت. يعني ايه برضو? يعني يا شباب فيه ريشيو بتجمع بينهم او ما بين الاريا بتاعتهم. الريشيو دي المتحكم فيها هي مين? هي البيزيس مش الهايت. لان الهايت واحد. طب انا اقدر مبدئيا قبل ما نكمل كده نجيب الاريا الاول اوف تريانجل اي بي سي. لان انا عندي في رايت انجل هنا هو استفيد منها اللي هي دي. فاقدر اعتبر ان ال اي سي بيز والاي بي هايت او وتفر يعني العكسي بهاوف تايمز اي بي تايمز اي سي يعني هاوف تايمز سيكس تايمز ايت يعني بيساوي تونتي فور سكوير سنتيمتر. ده اريا بتاع التريانجل مين? بتاع التريانجل الاصفر ده. يبقى ده كام تونتي فور. انا بقى المفترض انه يا شباب الاريا. اوف تريانجل اي بي سي. على الاريا اوف تريانجل اي بي دي المفترض ان هي ايكوال اي يا شباب ايكوال او افر تري. هاوا بقى لان ان نركز في حاجة ان بتاع التريانجل الاصفر هو بي سي. اللي هي والبيز تاعة التريانجل الاخضر هو بي دي. اللي هي ثري. طب فين الهيط? الهيط هو كومون. بصوا شبابه كده اللي انا هرسمه دلوقتي ده هو ده يعتبر الهيط بتاعة تو تريانجل ما هو ده ده يعتبر كومون هيت. يعني هو ده هيت للتريانجل الاصفر. وهو نفسه هيت للتريانجل الاخضر. فبالتالي الهيط كومون هو اللي هيتحكم في الاريا هي البيز بس. والبيز عندي الريشيو ما بينهم اللي هي بي سي والبي دي هي وان تو ثري. فبالتالي طبعا انا هكمل دلوقتي هقول اه انه الاريا اصلا بتاعة التريانجل اي بي سي انا جبتها بتوينتي فور. والاريا بتاعة التريانجل اي بي دي هي الريكوايرد. يبقى بالتالي انا هارف اجيبها على طول اريا اوف تريانجل اي بي دي. ده انا سمتها اكس كروس ملتبليكيشن توينتي فور تايم ثري اوفر ون يعني ايكوال سبينتي تو سكويرد سنتيميتر. يلا يا شباب نشوف اخر سؤال معانا نهاردة. اه عايز ال اي بي تايمز ال اي سي وجايب لبي سيكتور ان هو باي سيكتور وجايب للنف بتاعه كمان. ده حاجة جميلة جدا يعني. يبقى ال اي دي باي سيكتور يعني ال اي دي ايكوال المفترض القانون بتاعه الروت اي بي تايمز اي سي اللي هو عايزه اهو مينس ال دي بي تايمز ال دي سي يلا نعوض ال اي دي يا شباب ثري ايكوال سكوير روت اي بي تايمز ال اي سي مينس ال دي بي تايمز ال دي سي يعني ناين تايمز فور اه هنعمل بالمرة علشان نشيل الروت. يبقى هنا ناين يا شباب بيساوي اي بي تايمز ال اي سي مينس طبعا ناين تايمز فور يعني ثيرتي سيكس. فطبعا بالتالي اه هاودي الثيرتي سيكس هناك بالبوزيتف عند الناين. فكده هستنتج ان الاي بي يا شباب ملتبلاي الاي سي ايكوال كورتي بايف وكده السؤال خلص وكده كله خلص يا شباب. اه طبعا درس شباب الملتهى الاهمية درس البيسيكتور ده. اه عايز حل اه كتير وعايز فهم لحد الشي حل هو مش فاهم. لحد الشي يعني نفسه مش فاهم. لازم نحل اسئلة كلها كلها بادينا. لان هو من الموضوعات المهمة جدا جدا في الجيومتري الترم اه الاول. اه وبكده يا خلاص يا شباب اشوفكم على خير ان شاء الله ربنا يوفقكم وينجحكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة